في حاجة غريبة قوي عايز اقولكو عليها في ثانية كده والحياة مش مستغربها بس يعني كنت مستبعدها كنت مستبعدها قلت لأ مش معقولة بقى تصل الدرجات دي بس الحقيقة حصلت وهي مش مستغربة بالنسبة لي لان انا عارف كويس قوي ان هم ما بيحدوش ما بيحدوش عن الباطل تخيلوا ان احنا في عز المعمع اللي احنا فيها دي مش احنا بقى مصر احنا العالم احنا البشرية احنا الانسانية الجنس البشري اللي بيواجه معركة بقاء او معركة صمود او معركة حياة الجنس البشري اللي بيواجه معركة بقاء وصمود كلنا ملهيين في الحرب ضد كورونا كلنا بنعملش حاجة في حياتنا سواء بشر عاديين او اعلاميين او مسئولين او وزراء او اي حد في الدنيا اللي بس بيشتغل كيف نحمي انفسنا من كورونا حتى الدول الكبرى حتى الدول الكبرى اللي بيسموها الدول العظمة اللي كان ليهم امبراطوريات وليهم مصالح وليهم حروب وليهم عدوات وكذا توقفوا عن كل شيء امريكا نسيت ايران مرة واحدة بقى لها شهر ما بتكلمش عن ايران وترامب بيطلع كل يوم يكلم بس عن كورونا اوروبا وما ادراك ما اللي يحدث في اوروبا فرنسا وبريطانيا واسبانيا الدول الكبيرة اوروبيا دي متضمرين تحولت الى دول منكوبة بسبب كورونا ودلوقتي هم على استعداد انهما يعني يعملوا اي حاجة في مقابل انهما ينجوا من هذا الوباء اللي استشرى وبيحصد الاخضر واليابس وبيحصد الاف الارواح يوميا في اوروبا وتحديدا في الدول التلاتة الكبرى دول الحروب توقفت والصراعات توقفت كل حاجة توقفت الا شروا الاخوان حاجة في منتهى الغرابة تخيلوا ان في عز اللي احنا فيه ده وبنسمع عن اجتماعات بتحصل في تركيا بيشترك فيها اي منور وبعض القيادات الاخوانية الاخرى وسواء بيجتمعوا مع بعضوا في اسطنبول وفي انقرة او بيعملوا يعني فيديو كونفرنس مع بعض القيادات اخرى اللي موجودة فيه مناطق تانية في العالم وفي الدعا ومش اعرف ايه وبيبتدوا يشوفوا ازاي ينتهزوا هذه الفرصة يستثمروا هذه الفرصة علشان يزعزعوا الاستقرار في مصر ويقلبوا الناس يقلبوا يعني يثيروا يثيروا الناس على النظام وعلى الدولة وعلى الاجراءات وبتاع علشان يستفيدوا اكبر استفادة من الوضع الصحي اللي موجود في العالم وانا ما شفتش الحقيقة لا ادنى ولا ادنى الاثنين ادنى ادنى يعني اوطى وادنى يعني احط من هذا اسلوب ومن هذا توقيت يعني التوقيت ده المفوت كلنا حتى المختلفين حتى الاعداء يحطوا قدهم في قدهم بعض علشان ننجو علشان نعدي علشان الجنس البشري ده يفضل مكمل وعايش لكن هم سايبين كل ده وبيدوروا على الفكة على المصلحة المصلحة دلوقتي انه الدنيا مرتبكة والشعب تهقان من الحبسة في البيت والحكومة واخد اجراءات شديدة عشان مش عارف ايه يبقى اترك الحديد وهو ساخن عشان نعمل فتنة ويلعم بس الحقيقة هيهات لان الكلام ده جربوه عشرات المرات عشرات المرات خلال الفترة اللي فاتت ومنجحش خدوا بالكو ده منجحش فين في الفترة اللي احنا كنا مريحين ما بالك دلوقتي والشعب حاطت ايده في ايد الحكومة وفي ايد النظام علشان نمر ونعدي من هذه التجربة الصعبة وسبحان الله كمان يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ربنا سبحانه وتعالى يشاء السميع العليم ان مصر رغم امكانياتها التي تبدو متوضعة امام امكانيات الدول الكبرى زي امريكا واسبانيا وبريطانيا وفرنسا وما الى ذلك يبقى الوضع الصحي في مصر الحمد لله الحمد لله افضل من وضعهم ويبقى الوضع في مستشفياتنا افضل من مستشفياتهم ويبقى المشاكل اللي بيعاني منها المواطن المصري في المستشفيات وفي الحجر وفي الكشف وفي التحليل وبتاع واحد على عشرمية من المشكلات اللي بيعاني منها المواطن البريطاني ولا الاسباني ولا الايطالي ولا الامريكاني كل المواطنين وكل الصحافة في الدول الغربية كشفت الفقاعة الهوائية وكلهم بيتكلم دلوقتي يقولك احنا اكتشفنا ان احنا عندنا نظام صحي هش كانوا بيتحكوا علينا كانوا بفهمنا ان احنا دولة عظمة وفهمنا ان احنا الدولة التي لا يستطيع ان يقترب منها حد وجرب كده يا مواطن جرب يا مواطن بس ساعية فالمواطنين عيوا فملقوش ظهر ملقوش ظهر عايز اقولكو في صديق لي عايش في لندن كنت بتكلم معا برح بالليل وعنده الاعراض يعني سخن درجة حرارته عاليت وعنده يعني مش ديق في التنفس بس صدره قافل شوية كده عليه فبيقول لي انا حسيت بالاعراض دي هتامره فأمت رفع السماعة فوران وكلمت الرقم الهوتلاين او الخط الساخن بتاع النجدة بتاعة الكورونا دي وقلت لهم انا حسس بكذا وكذا وكذا فعلوله يعني عندك سخونة قال لهم اه قال لهم اه طب عندك صدره قال لهم اه فعلوله يا ها دي اعراض مجتمع قال لهم اه قال لهم اه قال لهم اي انا بكلمكم عشان تقولولي اعزل نفسي ده انا عندي الاعراض اللي هي 90% بتقولنا عندي كورونا تعالوا عملولي محس ابعتولي اسعاف تاخدني على المستشفيات عشان مش عارف ايه قالولي لا لا مفيش كلام من ده اعزل نفسك بس وحات وقول يا رب ده ده فين في بريطانيا فعايز اقول لكم ان احنا اولا نقول الحمد لله جدا 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 ثانيا نرفع رأسنا ان احنا رغم فارق الامكانيات الكبير بيننا وبين الدول المتقدمة احنا وضعينا افضل كثيرا بعد سادة ربنا وبسبب اجراءات كثيرة اتخذت وكلمتكم عنها مبارح واقول مبارح كثير ورقم تلاتة خلي بقى المتأمرين دول اللي هم عادين عاملين اجتماعات طول الوقت خليهم يهروا خليهم يكلوا في نفسهم على رأيي الاجنية بتاعت تامر حسني كده اللي هي اسمها خليها تاكلك فخليهم بقى يكلوا نفسهم من كل هذا الشر اللي بيضمروا لمصر لكن الحمد لله مصر محمية بفضل ربنا وبفضل المصريين ودولتنا القوية